القصص اللي موجود قصص للهداية وللعبرة وهناك بقى من يذهب اقصى من ذلك في ارائه من الشيوخ من الائمة طيب نروح لتهم على طول للمتطرف العلماني يقول لك انت عايز تهدم السنة بقع بينكر السنة اولا من هو المجنون الذي يمكن ان ينكر السنة لا ينكر لا يمكن الا عاقل ان ينكر السنة انكار السنة معناه انكار وجود النبي محمد اصلا خلاص انت خرجت بره الموضوح يعني انما سنة ايه اللي بتنكر يا جماعة الاحاديث الموضوع بالضعيفة الاحاديث الاحد اللي لا تتصق لا مع القرآن ولا مع العقل ايه ينكر ايه ينكر ايه شنين وهل في ذلك انكار للسنة لا انكار للضعيفة فيها وللمناقضة للقرآن فيها وللمذورة منها وبعدين اصل ربنا عارفوه بالعقل لما يجي نتكلم عن الاحاديث يجي يقول لك ها بينكروا السنة هما اللي تعلمنا الصلاة من ايه ها 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 وبيعتبر بقى دي حجة فظيعة وتعلمنا الوضوء من ايه بيسعد قوي بال بقى انه ايه بقى خلاص بقى يعني قهرك يعني خاص في جابها بقى يا ها جهل يعني ده برضو ابراز للجهل الجهل انه مش عارف يعنيه سنة اصلا لما يكون فيه سنة فعلية وسنة قولية السنة الفعلية هي الافعال التي اقدم عليها وفعلها سيدنا النبي مع مئات من الناس الاف من الشهود عندما صلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى ووراءه مئات ثم الاف ثم عشرات الالاف فعندنا الاف شافوا سيدنا النبي بيصلي وعرفوا بيصلي ازاي مناداش واحد سيدنا النبي من الصحابة وحكالوا بينهم وهم الاثنين بس فقط لون احد اخر وقال له يصلي الظهر ازاي فالرجل ده راح بعد خمسين سنة واحد قال ده قال لنا انه سيدنا النبي قال له نصلي الظهر ازاي وبعد مئة وخمسين سنة راح وعد تاني قال لنا النبي يا جماعة يعني دي سنة الاحاديث دي ملاش اي علاقة بالعبادات والشعائر اللي النبي يعني صلى الله عليه وسلم فعلها امام الجميع دي السنة اللي لا انكار لا ولا مناقشة حتى فيه ليه الاف شافوا اللي شافوه بيعمل كده واللي شافوه بيعمل كده واللي شافوه عمل هنا كده واللي شافوه عمل كده اثناء الصلاة اللي شافوه الظهر اربع ركعات وصلوا وراه وصبح ركعتين محدش وشافوها بيصوم وبيفطر امتى وبيصوم امتى خلاص ده كله كمان مقرر في القرآن الكريم لكن ما شافوه تطبيقه بقى سيدنا النبي وتعلمه منه عيانا بيانا مش في السر مش كلام قال ومش اتناشر الف صحابي او من اهل المدينة وهو تخير واحدا بس او بالصدفة قاعد جنبه فسمع منه الحديث ده فنقوله لنا بعد عشرين تلاتين سنة حد جيه بعدها بخمسين سنة لا نشكه نشكش ليه لازم نبص على طول ونعرضه للقرآن وللعقل لما تيجي تقول لي لا ده الحديث يجب القرآن وينسخ القرآن وتقول لي امام الشفعي يقل كده ما يقول امام الشفعي هو حر امام الشفعي يقول ايه اللي الزمنا انا بالامام الشفعي يعني ويه اللي الزمني بالكلام ده يعني ايه يعني ايه سنة اساسا مشكوك فيها او محل انها حديث احد وتيجي تقول لي انه بتنفي القرآن بتنسخ القرآن بتنجي حكم في القرآن ينهر يسود والمفروض بقى اننا لو انا ما وفيتش على كلام انت بتقوله لا اباب انكر السنة يرى انكر السنة وانت قاعد تنفيلي في القرآن حاجة مزهلة هو ربنا غير كلامه هو ربنا بينزل الايات وغير كلامه ورجع في كلامه لحول الله رب هم بيقولوا كده في النسخ والمنسخ ولو قلت لا ما فيش نسخ والمنسخ طبعا انت لو قلت ده تبقى مطرف المالي من ستين في سبعين لما لما تقول مثلا الامام ابن حازم بيقولوا لا مفيش نسخ والمنسخ لا اقعدوا أسمعوهم ولما تيجي تحكي في التاريخ ويجي يقول لك أصله أصل ده ما نوجود في السيرة النبوية أصل ده ما نوجود في الكتب طب يا جماعة نستهدي بالله كلنا كده هو سيرة ابن هشام اللي هي دي اللي هي السيرة الأشهر والسيرة الأولى لسن النبي سيرة ابن هشام دي طبعا طبعة خمسمائة طبعة يعني ابن هشام ده مين ابن هشام ده الرجل الألف كتاب واحد غير السيرة اللي توفع سنة 218 طب كتب السيرة دي ازاي 218 شايفش النبي خلص طبعا طيب كتب السيرة دي ازاي قال لك واحد اسمه زياد البكائي هو اللايل مش أنا اللايل ابن هشام اللايل كده قال هالو حكى هالو مشافهة مشافهة حكى له دي مشافهة ماشي البكائي مات سنة 183 هجري طب البكائي ده جاب السيرة من مين قال لك سمعها من محمد ابن اسحاق الفارسي محمد ابن اسحاق عامل سيرة لسيدنا النبي وابن اسحاق ده اساسا توفي سنة 151 هجري فابن اسحاق اللي مات سنة 151 هجري حكى السيرة دي الصفحات دي شفاهة ماشي ليه زياد البكائي اللي مات سنة 183 هجري فزياد البكائي ده حكى مشافهة ما فيش ورق في الموضوع مشافهة لابن هشام اللي توفي سنة 218 هجري ابن هشام بقى ألفها كتبها بقى وابن هشام بيقول كده في الاول يعني الرجل لا يمكنه شيئا بيقول انا نائل ده سمعتها من زياد البكائي سمع وبعده مش بس سمعها وتارك بعض ما ذكره ابن اسحاق في هذا الكتاب مما ليس لرسول الله فيه ذكر ولا نزل فيه من القرآن شيء وليس سببا لشيء من هذا الكتاب ولا تفسيرا له ولا شهيدا عليه لما ذكرت من الاختصار لانه عايز اختصر فاشال حاجات مش عجبية واشعارا ذكرها لم ارى احدا من اهل العلم بالشعر يعرفها فاشال اشعار حكاها له واشياء بعضها يشنع الحديث به ايه يشنع الحديث به دي يعني حاجات وحشة يعني تبا حاجات شنيعة وبعض يسوء بعض الناس ذكره رجع الشيء الرقيب وحزف واختصر وبعض لم يقر لنا البكائي برواياته يعني يسأل هن مسأل ما تحكوهوش هو مستقصن ان شاء الله تعالى ما سوى ذلك منهم بمبلغ الرواية له والعلم به فجه يعني جه ابن هشام اللي هو عمد في مصر على فكرة موليد البصرة هو ام الف السيرة اللي اسمحها دي بس بعد بتصرف فيها شال اشعار ما اجابتوش شال حاجات قالك حديث يشنع به يعني تشنع بالناس تبا شنيعة وتبا موضع للتساؤل والاحساس بالشناعة وشال حاجات ممكن تسيق في ذكرها بعض الناس ليه مش دي الحقيقة لو هي حقيقة يعني وانا عمل لنا السيرة النبوية دي اللي هي المفروض انها معتمدة لما تيجي تناقش السيرة النبوية دي وتقيها جاعة لا يمكن بقي حال من الاحوال ييجي ملايكة وشقوا صدر ويطلعوا ايه هو السوق والسواد اللي في القلب او الشر اللي في القلب عبارة عن مكونات حجرية طرابية القلب بيتفتح وتطلع مش معقول ده مش منطق الكلام بيقوله ده مش انا مش انا مش انا مش انا ده اليمان المراغي والله العظيم ما انا ده اليمان محمد عبده طب ماشي فلما تيجي تقول كده بيشكك بيشكك في ايه ده راجل سمع عن حد سمع عن حد سمع ونقل برحته كده لازم تشكك ولازم تعرض الكلام ده كله على سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وعلى السنة الفعلية وعلى المنطق والعقل وعلى المراجع الاخرى عشان تصفي هذا هذه الروايات مما يصادم القرآن او العقل طيب وعشان كده بقى الاحاديث بقى على الاتل عالداب حاجة يعني مين يقول انها حقيقية مين ابن هشامك منه قالها ما احنا شفناه يا جاي ازاي حتى ما حصلش لها نوع من انواع الجرح والتعديل اللي حصل في الروايات الاحاديث حتى ده ما حصلش وبعدين انا هقولك بعض امثلة بسيطة جدا قال ابن سحاق قال ابن سحاق وحدثني عاصم ابن عمر بن قتادة قال حدثني من لا اتهم عن عمر بن عبد العزي عن عمر بن عبد العزي نعم حدثني من لا اتهم ده كمان ده ما بقولش اسماء واعتبر انه احنا نازم نسق فيه طالما وثق في الراجل اللي لازي لا اتهم ده مش بس كده يجي يقول قال ابن سحاق وحدثني يزيد ابن ابي حبيب طبعا مش فهم ازاي حفظ كل الرواية دي ازاي ده كم مش مكتوب مش عن رجل من عبد القيس كمان ما لهش اسم من رجل عبد القيس عن سلمان انه قال وهكذا طي شوف امثلة سريعة جدا لانها يعني اظن انها كاشفة يقول ايه قال ابن سحاق وحدثني اسمائيل ابن ابي حكيم مولى اهل الزبير انه حدث عن خديجة حدث عن خديجة وانا عرفش مين اللي حدث عن مين اللي انا عن خديجة كمان حدث عن خديجة وبعد ايه قال ابن سحاق وحدثني بعض اهل العلم ناس ما عدية تعرف لما الخطب يقولك ويقول العلماء علماء مين يا حاجة وفي دراسات في الغرب لا يدرس يا سيدي يعني هنا بقى هو وبعدين يجي يقولك اخر حاجة هو مثل قال ابن هشام وحدثني من اثق به حدثني من اثق به هل دا دعوة ان احنا ننحيها جانبا ابدا دا دعوة ان احنا نقراها ونذكرها وندرسها بس بالعقل ونعرضها على القرآن وعلى العقل مش ان احنا نسلم بها تسليما فتنتهي بنا لوقائع لا يمكن بقى حال بقى سيدنا النبي هياخد ستلاف واحد او يعني ايا كان الاسم ايا كان الرقم يعني وهو رقم هائل ويدفنهم ويموتهم ويدفنهم ويدفنهم ويعمل مزابح كده عادي في السوق كبرت كلمة اخر ابن افوهيم ان يقولون الا كذبا دا حاجات كلها متسوسة عشان تبرر عنف الخلفاء اللي بعده قصوة ووحشية الملوك اللي جم بعده فيدسلنا على سيرة سيدنا النبي انه كان قاتلا وحاشى لله ان يكون هذا النبي المذكور في القرآن صفاته على هذا النحو يرتكب اثما او قطأ او شيئا غير الرحمة وغير السماحة انما هم عايزين قطيع من المسلمين لا يريدون عقولا من المؤمنين فان اعترض احدنا واحتج امسك متطرف علماني فعدما يقال لهم انه الامام محمد عبد نول ايمة والمشايخ لا الاسماء العظيمة في هذا العلم الكبير انما في هذه اللحظة لا يبرز منهم ولا يبز منهم غير التهمة الجاهزة الدائمة التي يلحون عليها الحاح الليل والنهار هؤلاء يريدون ان يهدموا الاسلام طيب رباني يعينكم ويهديكم ويساعدكم